نور المكرمة اعتلى حتى تربع في جلال مد السناء إلى الدنى وغيوث رحمته أسان نور المكرمة اعتلى حتى تربع في جلال مد السناء إلى الدنى وغيوث رحمته أسان وقف مكنون وقف يهدف إلى تعليم القرآن الكريم وتدارسه وتزكية النفوس بهدايته وتهذيب القلوب من أرض ما كتم شرقان كالكون زينه الهلال أهلا ومرحبا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات نلتقي وإياكم في هذا البرنامج برنامج المكرمة مع ضيفي الكريمين من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض من وقف مكنون نرحب وإياكم برئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن ابن عبد الله الهذلول والمدير التنفيذي للجمعية حمد بن سليمان العنقري فضلوا حيكم الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا حيكم الله سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا حياكم الله حيا الله و husband أهلا و الشايخ أهلا و حياك أموركم طيبة الله يبارك فيك و سلمك أيها الأحباء نتحدث اليوم وإياكم مع ضيفي العزيزين عن وقف مكنون وهو وقف له علاقة بالجمعية الخيرية للتحفيظ القرآن الكريم بالرياض هذه الجمعية جمعية مكنون رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول أهلا وسهلا بك يا أستاذ عبد الرحمن أهلا وسهلا بكم وبهذه القناة المباركة والأخوة المشاهدين والمشاهدات في هذه البلاد المباركة وفي كل موقع تصله هذه القناة المباركة يا مرحبا الأستاذ حمد بن سليمان العنقري المدير التنفيذي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بكم جميعا شرفت وأنستونا في هذه الحلقة نتمنى وإياكم إن شاء الله بإذن الله أن تكون حلقة جميلة تتحدث فيها عن هذا الوقف وعن هذه الجمعية الأستاذ عبد الرحمن حدثنا عن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وزمعين وبعد فمنذ أن أنزل الله سبحانه وتعالى إقرأ على قلب محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وسلم قبل ما يزيد على 1400 سنة تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ هذا القرآن العظيم وقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظه ثم توالت الأجيال بعد الأجيال وهي تتخذ من كتاب الله سبحانه وتعالى منهجا ودستور حياة يتعلمون منه الصغار والكبار الذكور والإناث حتى والله الحمد والشكر بقي كتاب الله سبحانه وتعالى غضا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك تحريف ولا زيادة ولا نقص ثم بعدها عصور متوالية جاء عصر هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية وعلى عهد مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمة الله عليه وكان من ضمن اهتماماته بل إن من جل اهتماماته هو تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى الاهتمام العناية نعم وكان يرسل المعلمين إلى القرى وإلى الهجر وإلى البوادي وأيضا كان له اهتمام أو اهتمامه في الحواظر كمكة المكرمة المدينة المنورة الرياض وغيرها ثم لما توسعت هذه الدولة وهذه البلاد أصبح لزاما إيجاد مؤسسات قرآنية تعتني بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أنشئت جمعيات تحفيظ القرآن الكريم أنشئت في مكة والمدينة ثم الرياض ثم بقيت هذه البلاد أخذت هذه الجمعيات على عاتقها الحقيقة تعليم وتحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى ثم إن هذا المشروع يحتاج الحقيقة إلى أمرين الأمر الأول أمر إداري وأمر مالي لأن الإدارة والمال أو المال والإدارة هما عصبا أي عمل نعم مرتبطان ببعضهم مرتبطان ثم إن حكومتنا وفقهم الله من عهد المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان كلهم يهتمون بذلك ويولونه رعاية أصبحت جمعيات تحفيظ القرآن الكريم هي وخواتها من الجمعيات الأخرى كما يقال هو القطاع الثالث والقطاع الثالث مكن له في هذه البلاد حيث أن الحكومة وفقهم الله يشرفون إشرافا الحقيقة عاما على هذه الجمعيات توضع الأنظمة والأطر وينطلق الناس في العمل العمل كما سلافت يحتاج حقيقة إلى أمر مهم جدا ألا وهو المال المال يأتي عن طريقين الطريق الأول هو التبرعات الناس المفتوحة الطريق الثاني وهو الطريق الأسلم ويسمى الاستدامة المالية بمعنى يوجد لديك شيء مستديم حتى لو قصر الناس أو لا سمح الله حصل تأخر أو شيء من ذلك إلى عندك أرافك الرئيسي نعم بدأت الجمعيات ومن بينها جمعية مكنون في التفكير العميق كيف نستديم كيف نواصل بدأت الجمعيات والجمعية جمعية مكنون يعني من قبل ما يزيد على 20 سنة وهي مهتمة اهتمام قوي جدا 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 في هذا الجانب لأنها أصبح التوسع كبير أعداد الطلاب في نمو الحافظين في نمو الحاجة تزيد التطوير والتدريب وغيره في زيادة فأخذت على عاتقها الجمعيات هذا الأمر وخير ما يستثمر فيه الحقيقة وهو الذي ضمان بعد الله سبحانه وتعالى هو الوقف في العقار هناك أوقاف أخرى لكنها ليست بذاك الأمر الأستاذ نكسر عبد الرحمن الأستاذ حمد بن سليمان العنقري المدير التنفيذي لهذه الجمعية المباركة حدثنا عن الاستدامة وكيفية الاستدامة في هذه الجمعية ومصادر دخل هذه الجمعية فضل استكمالا لما ذكره الشيخ عبد الرحمن حول توجه الجمعية لتحقيق الاستدامة المالية طبعا على مستوى الجمعية هناك إدارة مختصة اسمها إدارة الموارد المالية وإدارة أخرى اسمها إدارة الاستثمار وهدف هاتين إدارتين هو جلب الأموال وإدارتها الإدارة التي فعلا تضمن الاستدامة للجمعية الجمعية والله الحمد يعني توجهت إلى مجموعة من البرامج لتنمية الموارد المالية من حيث المتجر الإلكتروني أو من حيث الاستقطاعات أو المعارض الإعلامية للجمعية كلها كانت هذه قائمة في فترة سابقة كلها قائمة ويبقى لأبقى كما ذكر الشيخ مسألة الأوقاف الجمعية توجهت إلى شراء الأوقاف وتم ولي الله الحمد شراء مجموعة من الأوقاف في مكة المكرمة وهو ما يمكن الحديث عنه في هذه الحالة جميل فعلاقة الجمعية جمعية مكنون بهذا الوقف الذي هو في مكة المكرمة طيب نعود مرة أخرى للأستاذ عبد الرحمن حدثنا عن الوقف ومتى تم شراء هذا الوقف الوقف تم شراءه قبل حوالي ست سنوات 1437 إن شاء الله لكن في أثناء المسيرة هذه جاءت هذه الجائحة الحقيقة يعني ربما عرقلت عرقلت نعم كان البرنامج وكان أيضا المصرف الذي كنا نتعامل معه بيننا وبينهم اتفاقية على ثمان سنوات ولكن نظرا لهذه الظروف أجلونا أيضا سنتين والمشروع عبارة عن فندر على طريق العزية مكوم من 22 دور ما شاء الله حديث البناء استخدم ممكن سنتين في الحج وبعدها جاءت هذه الجائحة بدأ يستخدم قليلا في الحج أحد السنوات أظن لم يستأجر كغيره من العقارات في مكة المكرمة لكن مكة المكرمة يعني بالذات أقول هذا الوقت فيه من ذات أولا أنه في مكة المكرمة نعم ومكة المباركة ثانيا أنه عائده لتعليم القرآن الكريم فيا أيها الأخ المسلم وأيها الأخ المسلمة أنت عندما تتبرع لشيء لتعليم كتاب الله سبحانه وتعالى فأنت تدخل في الخيرية التي قال عنها محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فما بالك إذا كان وصدق الجارية نعم أيضا وصدق الجارية وعلم ينتفع به فما بالك إذا كان هذا وذاك كله في مكة المكرمة والأجور مضاعفة وقد دعا محمد صلى الله عليه وسلم لمكة بالبركة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم ولجميع المسلمين بما أعطاهم من مال وعمل وولد وغير ذلك اللهم أعلم وخطة الجمعية في سداد الوقف بدأنا عام 2020 ما شاء الله يعني هم تكلفته 124 مليون جميل قسمت الخطة المالية طيب أم سبحانه دعا نتوقف عند مسألة الوقف وتكلفته ونعود إليكم بعد الفاصل أعزائي المشاهدين نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى معكم ومع ضيفي الكريمين للحديث عن هذا الوقف وقف مكنون من أرض مكة مشرقان كالكون زينه الهلال ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من أرض ما كتم شرقان كالكون زينه الهلال ومن وقف مكنون توقفنا مع الأستاذ حمد قبل الفاصل وكنت تتحدث عن موضوع قيمة هذا الوقف في مكة المكبر نعم الوقف تم شراءه بمبلغ 124 مليون ما شاء الله والجمعية لأجل حقيقة نشراك الناس في هذا الأجر والمشاركة في هذا الوقف تمت تقسمة السداد إلى أربع سنوات كان يستهدف عام تقريباً 2020 سداد 84 مليون تم ولها الحمد وفي عام 2021 تم سداد 30 مليون وبقي عام 22 و23 إن شاء الله ونقفل هذا الوقف العامين القدمين نستهدف جمع 30 مليون لهذا الوقف خلال هذه السنة الجديدة جميل رائع المتبقي الآن كم؟ المتبقي تقريباً 60 مليون 60 مليون ويتم تغطية تكاليف هذا تغطية تكاليف الوقف بحول الله وقوت طيب الوقف هذا يعني ريعه ومصروفاته تعود أكيد إلى الجمعية جمعية تحفظ القرآن نعم الوقف خصص لكفالة 170 ألف طالب وطالبة يتعلمون ويحفظون القرآن الكريم في مدينة الرياض فقط عندنا والله الحمد أكثر من أربعة آلاف حلقة لتعليم البنين في أكثر من ألف مسجد وعندنا والله الحمد أكثر من خمسمائة مدرسة نسائية لتعليم الفتيات كتاب الله سبحانه وتعالى إن شاء الله لا قوة بالإضافة إلى الشركات التي هي شركات مجتمعية سواء في كفالة المعلمين في السجون أو في دور الرعاية أو حكم عجات خيرية هذه كلها من البرامج التي تقوم بها الجمعية نعم هذه كلها من البرامج التي تقوم بها الجمعية ريع هذا الوقف سيصرف على رواتب المعلمين والمعلمات بإذن الله تعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله فبالتالي الذي يتبرع كأنه كفال أو سام في كفالة المئة وسبعين ألف طالبة طالبة ما شاء الله هل يحضرك بعض الأرقام للجمعية من ناحية عدد الحفاظ ما شاء الله كم تخرجوا كم يعني عدد الحافظين الحافظات في السنوات الماضية نعم نحن عندنا خطة في الجمعية والله الحمد نعم كنا عام ألف واربعمائة واربع وثلاثين كان عدد الحافظين مئتين واربعين خاتم وخاتمة نشأ ثم وضعت الجمعية خطة استراتيجية وكان من ضمن المستهدفات ما نسميه منتج الجمعية طالم وتعلم القرآن وتخلق بأخلاقه وكنا نستهدف أن تحقق الجمعية في مسار الخاتمين مستهدف كنا عام خمس وثلاثين انطلقنا بخمسمائة خاتم إلى سبعمائة إلى ألف حتى وصلنا هذه السنة والله الحمد ألف واربعمائة واربعين تجاوزنا الألفين خاتم وخاتمة ما شاء الله لا قوة أي من النساء ما شاء الله ألف وخمسمائة وتسعين خاتمة هذه السنة عام ثنين واربعين جميل الشيخ عبد الرحمن بس تسمحني يضيف بعض الوقت أي تفضل تفضل الحقيقة الجمعية والله الحمد للشكر منذ أن أسست أسست سنة 1386 ما شاء الله يعني عندك أربع سنوات وعشر أربع عشر سنة في القرن الماضي نعم واربعين سنة في هذا القرن رأي الله بالله فهذا عمر الجمعية عمر الجمعية نعم ما شاء الله من خرجي هذه الجمعية حقيقة مجموعة كبيرة من العلماء مجموعة كبيرة من الجزراء من القراء ما شاء الله يعني أعطيكم بعض الأمثلة أي ولا الحقيقة يصعب حصر لهذه الجلسة من طلابها تخرج سنة 1393 1393 طالب نجيب طالب يعني تبوأ مكانة عظيمة في هذه البلاد ما شاء الله ألا وهو معالي الشيخ عبد الرحمن عبد العزيز السديس لا قوة إلا نعم ما شاء الله هو أحد خرجي هذه أحد خرجيها وموجود في السجلات ما شاء الله من آخر من تسنم يعني مثل هذه المواقع المرموقة المناصر الكماعية نعم الشيخ الدكتور ياسر إبن راشد الدوسري الدوسري ما شاء الله وما بينهم يعني إثنان من أئمة الحرم ما شاء الله نعم المسجد النبوي فيه مجموعة أيضا المسجد الحرام فيه أيضا مجموعة ما أريد أن أذكر أكثر من الأسماء هذه لأن حقيقة يعني يطول علينا سرد الأسماء ما شاء الله ما شاء الله مجموعة كبيرة من الأطباء الموجودين هم من طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم وقد تشاهدون في أحيانا دخلت المستشفى تجد من ما شاء الله الناس الأفاضلهم وأبنائهم ما شاء الله أضيف إلى ذلك مثلا القوات الجوية عندنا وقد تفوقت كثيرا الله الحمد والشكر بفضل الله ثم بفضل هذا القرآن العظيم في برامج لهم لا 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 أبدا هم سبحان الله كانوا طلاب في الجمعية أنا أحضر أحيانا بعض الاحتفالات في المناسبات سواء كانت في الكليات العلمية أو الكليات الشرعية أو الكليات العسكرية نعم ونرى ذلك الحقيقة يعني الأمر متعدي إلى فقط ما هو على الطلاب يعني انبثق من هذه الجمعيات مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية ما شاء الله مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان نعم المحلية ومسابقة الأمير السلطان للعسكريين المحلية مسابقة الأمير السلطان الدولية للعسكريين في العالم وتجد فلان وفلان 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 إما أن يكونوا طلابا خاصة من المملكة العربية السعودية أو محكمين أو غير ذلك من طلاب إما جمعية مكنون أو غيرها من الجمعيات نعم نتكلم عن يعني جمعية مكنون باعتبار أننا نعمل فيها ويعني أحد العاملين فيها أما لأول الله الحمد للشكر الخير وواصل لذا أنا أنصح نفسي وأنصح إخواني المشاهدين الحقيقة بأمور كثيرة أولا بعد تقوى الله سبحانه وتعالى الحقيقة تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى نور لك في الدنيا وفي الآخرة أجرا عظيم إذا علمت ابنك الفاتحة أنا أبعطيكم مسألة حسابية بسيطة أو سريعة جميل لو أن واحدا مننا علم ابنه الفاتحة وعاش هذا الابن خمسة ستين سنة فسيقرأ الفاتحة أو سيقرأ في هذه المدة ما يزيد على ستين مليون حرف من الفاتحة لوحدها ما شاء الله فتخيل الأجور العظيمة التي تأتيك كلها في مزان حسن كلها في مزان حسن أيها الوالد فإذا عانت ابنك أو ابنتك على الذهاب أو أنت أو زوجك أو ابنائك ذهبوا إلى هذه الحلقات فإن شاء الله تعالى أتعمكم رحمة الله سبحانه وتعالى هي بركة أكيد في الميت وفي المنزل وفي النفس وفي المال وفي الأهل ما تفضل به الشيخ حمد موضوع الحقيقة الشراكات المجتمعية يعني الجمعية مكنون وغيرها من الجمعيات لكن مرة أخرى أكد يعني ترسنا أناس يعلم الله لما تعرف قضاياهم وشوف أمورهم إلى متدنية جدا لكن يخرجون بفضل الله سبحانه وتعالى حافظين القرآن متخلقين بأخلاقهم مؤدبين بل إنه والله الحمد للشكر يعني لم أجد خلال هذه المسيرة أن طالبا تخرج من هذه الجمعية وعانى من مشكلة مثلا اقتصادية أو شيء كلهم والله الحمد للشكر منطلقين بركت هذا الكتاب بركت هذا الكتاب نعم كتاب أنزلناه إليك مبارك يقول العلماء حتى أن الله سبحانه وتعالى يبارك بالبيئة بالهواء بالماء كل المنطقة التي يقرأ في هذا الكتاب أكرمك الله حرصت الجمعية أنا أقول على موضوع موضوع الاستثمار والاستدامة المالية ولنا حقيقة قبل ذلك هناك أوقاف للجمعية لكن الوقف الكبير والوقف الذي نؤمل إن شاء الله تعالى أننا من خلال هذه الحلقة ومن هذه القناة أن نكون يغطى إن شاء الله تعالى والحسابات موجودة في موقع جمعية تحت القراءة الكريمة كنون من أراد أن يتبرع بس يحرك أصبعه هذا وسيشهد له يوم القيامة أن هذا تبرع بعد ما جادت به النفوس بحول الله وقوتي أيها الأحبة المشاهدين الكرام كنا معكم ومع ضيفينا الكريمين الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول والشيخ حمد بن سليمان العنقري من الجمعية الخيرية لتحفظ القراءة الكريم مكنون وتحدثنا عن هذا الوقف في مكة المكرمة الذي نسأل الله عز وجل أن يتم على هذا الوقف أموره وأن يتم مبالغه حتى يصرف هذا الوقف على هذه الجمعية وعلى أنشطتها ختاما كنتم معنا ضيفين كريمين خفيفين حدثتم عن هذا البرنامج وعن هذا الوقف نسأل الله عجل أن نكتب أجركم وأن يبارك لكم في هذه الجمعية وفي هذا الوقف أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة الممتعة كان الحديث ممتعا مع ضيفين الكريمين نلقاكم إن شاء الله بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور المكرمة اعتلا حتى تربع في جلال مدسنا إلى الدنى وغيوث رحمته أساك نور المكرمة اعتلا حتى تربع في جلال مدسنا إلى الدنى وغيوث رحمته أساك وأفاض فضلا سابغا فيما تجدد من مقال من أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال كالكون زينه الهلال وغيوث رحمة الله وبركاته ضابطة